أستاذ سعيد نحن عملنا جوالات كثيرة هنا في تونس وتحدثنا مع كثير من المواطنين تونسا الكثير يتحدث عن حرب ضد الفساد الحرب الذي يخوضها أستاذ قيس سعيد ضد الفساد ستستمر هذه الحرب ضد الفساد في العهد الثاني للرئيس أعتقد ذلك لأن عملية تطهير الإدارة تطهير دولي بالدولة من بقايا الفساد ما زالت مستمر وما زالت هناك العديد من الأعمال التي ينبغي قيام بها لتطهير الإدارة من هذه الرواسم وهذا يتطلب مجهود إضافي وقد قال الرئيس بالأمس عندما تم التصريح الغير رسمي للنتاج أن هذه العملية ستتواصل ولكن ستتواصل وهذا مهم بالتوازي مع الورشة الأخرى وهي البناء والتشهيد أي المطلوب في المقام الأول هو تحسين الحياة اليومية للتونسيين التونسي اليوم في حياته اليومية يشعر بذنك كبير خصوصا فيما يتعلق بالمرافل العمومية من الصحة تعليم ثقاف نقل إلى غير ذلك ينبغي أن ينعكس هذا كله على الحياة اليومية للتونسي التونسي ينبغي أن يعيش برفاه ينبغي أن يسترد حقوق أن يشعر بكون كل مليم يذهب إلى خزينة الدولة هو مليم سيصرف من أجل ترقية المصالح العمومية المرافق العمومية والارتقاء بها إلى مكانة أعلى وأسمى مما هي عليه اليوم وهذا هو التحدي الكبير الذي سيواجهه الرئيس قيس سعيد خلال الخمسية المقبلة